كوريات الأوروبية عشان يحصل على تصويت أوروبا على كأس العالم وإقامة كأس العالم كل سنتين دي الضريبة للأسف اللي بيتم دفعها لكن كنت أتمنى وأتمنى ومازلت أتمنى أن يكون اتحاد الكرة لموقف أتمنى الاتحاد الإفريقي أعضاء المكتب التنفيذي كلهم دور وموقف ولأن أنا في الجماعية الأممية مش هاخفى عليكم سر ممكن أنا سألت أحد أعضاء المكتب التنفيذي على هذه الموعيد والطول إزاي الكاف يوافع على أن كأس العالم الأندية يقام في الفترة من 3 إلى 12 وإنت عندكم كأس روم الإفريقية يوم 6 فبراير نهاء البطولة مش عايز أقول لكم الرد بالنسبة لي كان صادم بس قال هو مين ضامن أصلا المنتخبات اللي لعبتها بتشارك في البطولة ممكن توصل نهائي مش هقول الاسم يعني مش هقول مين اللي قال لي كده حفاظا يعني على أن الموضوع ده للأسف رد الفعل ممكن يبقى يعمل صدمة للناس لكن ده كان ديكة الإجابة مش ضامن يعني ممكن المنتخبات تخرج أصلا ما توصلش للمباراة النهائية فده المعاد المناسب للبطولة الدولية طالما الانتحاد الدولي قال أكيد هم كلهم مش هيقدروا يعترضوا وبالتالي احنا شفنا هو التطورات النهاردة دي الموعيد الرسمية اللي اتبعتت للاتحادات القرية اللي أنديتها بتشارك في كأس العالم للأندية وبالطبع النادي الأهل هيكون أكثر المتضررين بهذا القرار نتيجة أنه عندك على الأقل من 7 إلى 8 لعيبة في المنتخب بمصر عندك علي معلوم مع منتخب تونس أليو ديانجي مع منتخب مالي وممكن يضم بدري بنون أو يضم وحيد خليلو زيتشو مدرب المغرب بدري بنون في كأس الأم خذوا بالكم المنتخبات في كأس الأمم القايمة مش 23 باقي 28 لعب فبالتالي مساحة الاختيارة هتبقى أكتر فممكن تلاقي من فرقة الأهل متاخد لعيبة أكتر في كأس الأمم الإفريقية القادمة بالمناسبة وأنا بتكلم عن الموضوع ده الناس كلها هتب الفترة الجالة والموضوع أفل خالص هل هيبقى فيه تنصيب؟